موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى مختاراتنا من الصحافة لهذا اليوم نبدأها من صحيفة الفاينانشل تايمز التي نشرت مقالا لبروزو دراقي بعنوان لا نهاية تلوح في الأفق في سوريا قال فيه قال دراقي إنه بعد مرور ثلاث سنوات على الوحشية التي عاشتها البلاد فما من أحد قادر على حسم المعركة لصالحه ويلقي دراقي الضوء في مقاله التحليلي على الصراع الدائر في سوريا وتداعياته على سكانها بعد إكماله عامه الثالث ويلتقي دراقي بمواطنا سوري يدعى عبد الرزاق وكان يعمل مدرسا في مجال التربية الرياضية في مدرسة ثانوية في دير الزور وأضحى عبد الرزاق قائدا محنكا تحت إمرته 260 رجلا مدججون بالبنادق والأسلحة المضادة للطائرات وأكد حمود الذي يعيش حاليا في جنوب شرق تركيا إنه في السنتين الأخيرتين سيطرت المعارضة على شمال البلاد واليوم لوجود النظام السوري من الحدود العراقية إلى دير الزور ويقول كاتب المقال إن العديد من رجال حمود وأقربائه وجيرانه قتلوا خلال الثورة التي بدأت منذ ثلاث سنوات لكن حمود يقول أنجزنا العديد من الانتصارات فكلما نخسر محاربا واحدا ينضم إلينا العشرات مضيفا أصبحنا خبراء في فن القتال وكنا نتقدم باستمرار ويلقي دراك الضوء على السؤال الذي يتبادر في أذهان العديد من الأشخاص وهو من الرابح في الصراع الدائر في سوريا ويشير إلى أن الصراع أدى إلى مقتل أكثر من 140 ألف شخص ونزوح وتهجر حوالي 9 ملايين آخرين وهو ما وصفته الأمم المتحدة لأنه أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية وعلى صعيد متصل فإن الصراع الدائرة في سوريا قطع أوصال البلاد ودمر بنيتها التحدية كما أن كلا الطرفين يدعي أنه سيربح الصراع وبحسب مبعوثة الأمم المتحدة والجامعة العربية جاماري فإنه ليس من الواضح أن أي منهما سيحسم المعركة وهذا أمر سيء جدا وأشار دراكي إلى أن الصراع أدى إلى تدمير اقتصاد البلاد والقضاء على بنيته التحتية والقطاع الصحي وليس هناك من بارقة أمل على انتهاء هذا الصراع للأبد ننتقل الآن إلى صحيفة هارتس الإسرائيلية التي نشرت مقالا لعاموس هرئيل بعنوان الثلاثي الذي أبقى بشار في الحكم قال فيه تبرز وسائل الإعلام العالمية في السنة الرابعة من الحرب الأهلية في سوريا إنجازا آخر لنظام الأسد وهو النظام الذي كان يفترض أن ينهي منذ زمن دوره التاريخي بحسب تقديرات الاستخبارات في الغرب يحدث في البلدة الحدودية يبرود شمال دمشق من قرب من حدود لبنان تقدم منهج لقوات الجيش السوري التي تستعين برجال حزب الله في صراعها مع منظمات المتمردين لكن يجدر إلى الآن ألا نبالغ في أهمية الإنجاز التكتيكي في أساسه في يبرود فقد تم التحول الرئيس في سوريا في العام الماضي حينما نجحت طاغية السوري في صد هجمات المتمردين في أجزاء مركزية من الدولة أما تزايد قوة فصائل موالية للقاعدة بين منظمات المعارضة فصد أوروبا والولايات المتحدة عن تعزيز مساعدة المتمردين يبدو أن بقاء الأسد تم إحرازه في الأساس بفضل مساعدة من الخارج من روسيا وإيران وحزب الله فقد ساعدته على البقاء مقادير كبيرة من الوسائل القتالية ومساعدة مالية ملحوظة مع مستشارين ومتطوعين جاءوا ليساعدوا النظام فإذا تم إسقاط النظام آخر الأمر في السنة الرابعة للحرب فيبدو أن ذلك سيكون إذا نجح المتمردون في تصفية الرئيس جساديا ومن جهة أخرى ينبغي عدم المبالغة في القدرة العسكرية للنظام السوري فالشهادة على ذلك موجودة في المعارك التي تمت في الجولان من قرب من حدود إسرائيل في مطلع هذا الشهر يتعلق سؤال يجب أن يقلق إسرائيل بدور حزب الله في الحرب فلا شك في أن المنظمة اكتسبت تجربة عملياتية ملحوظة واستجمعت ثقة من نفس أيضا بسبب إسهامها في نجاحات الأسد وفي مقابل ذلك يقدر الجيش الإسرائيلي أنه يوجد في سوريا بصورة ثابتة نحو من خمسة ألاف مقاتل من حزب الله أي ربع قوته النظامية لكن الوضع الجديد ينطوي على خطر آخر على إسرائيل ففي يوم الجمعة الأخير انفجرت عبوة ناسفة في مزارع شبعة بالقرب من قافلة للجيش الإسرائيلي وكان ذلك كما يبدو ردا من حزب الله على قصف قافلة سلاح للمنظمة في لبنان في نهاية الشباط قصفها سلاح الجو الإسرائيلي كما يزعم إن استطالة الحرب في سوريا تضعضع مستوى الأمن على حدود إسرائيل في الشمال وإن كان يحدث ذلك إلى الآن بأقصاط قليلة وبقوة غير كبيرة ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالا لعبد الرحمن الراشد تحت عنوان بعد سقوط يبرود لنتذكر الكويت قال فيه بحسرة اعترف أحد المقاتلين السوريين أنهم خسروا معركة يبرود بعد أسابيع من القتال قال لم يكن أمامنا وبأسلحتنا البسيطة أن نصمد أكثر مما فعلنا فآلاف من قوات الأسد وحزب الله المجهزة كانت أكبر من قدرتنا وأضاف يبرد ربما ليست معركة حاسمة كما أن القصير لم تكن قاصمة لكنها مؤشر خطير على اتجاه رياح الحرب لقد أشغلت داعش قوات الجيش الحر المعارض وجرتها إلى معارك جانبية في حين وحد الإيرانيون القوى التي تحت إدارتهم للزحف على المدن واحدة بعد أخرى وحذر الكاتب من أن عواقب ما وصفه بالانتصار الإيراني أخطر وأبعد من يبرود ودمشق وقد تقرر مصير المنطقة وخريطتها مضيفا السعودية واجهت تحديا مماثلا عندما استولى صدام حسين على الكويت في عام 1990 كان هدفه فرض العراق كقوة مهيمنة على منطقة الخليج ولا تظن أن إقناع الأمريكيين بالانخراط في مقاتلته كان أمرا سهلا نعم سوريا أبعد قليلا من الكويت إنما تبقى في محيط الصراع الإقليمي وهي تشكل جزءا من الهلال العدواني الذي تحاول إيران بناءه ويهدف أساسا للهيمنة على جنوبه حديث الصحافة مستمر معكم وننتقل الآن إلى صحيفة الشروق الجزائرية التي نشرت مقالة لصالح عوض تحت عنوان هل انتهى ربيع العرب؟ قال فيه بعد ثلاث سنوات تبدو الأمور أكثر وضوحا فقد أغلقت الأشهر الطويلة واقعنا العربي على اختتال داخلي وتنازع فكري وسياسي فليزال السلاح يحمي تشتتنا في ليبيا ولا تزال السفسطة تبدد جهودنا في تونس ولا تزال أمنا غامضة في مصر وأما سوريا فحدث ولا حرج عن غبائنا وتمسكنا بالكلمات وقد دمرنا بلدا من أجمل بلداننا وأروعها وتابع الكاتب بالقول هناك الشعوب المحقة بمطالبها وهناك السياسيون الانتهازيون الذين لم يؤمنوا بأوطان ولا شعوب ولا مصالح وطنية وهناك الإدارات الغربية المتربصة بتطورات الحاصلة في أمتنا والتي تنتظر اللحظة المناسبة لإلقاء بذور التفجير بين مكوناتنا وهناك الحركة الماسونية التي تلتقط رجالات ونساء في مفاصل المجتمع وتمكن لهم في صناعة الرأي العام والموقف الخاص وأضاف ويشتغل الماسونيون بخطط سرية مخترقين مواقع القرار في الأحزاب والقوى وصناع القرار ليشيعوا في أوساط المجتمع الفتن ويغرو بعض قواه ببعضها ليجد الناس بعد سنوات أنهم في دوامة لا يخرجون منها بعد هذا كله يصبح من الواجب على الشرفاء في كل مواقعهم حرصاً على الأوطان ومستقبل الشعوب أن يضعوا حداً لهذه المأساة الملهاة أما صحيفة الرأي فقد نشرت مقالاً لصالح القلة بعنوان لماذا يفعل بوتين هذا؟ قال فيه ربما أن من حق فلاديمير بوتين أن يلعب في ساحته كما يشاء وأن يعرض منطقته للمفاجآت وعاديات الزمن وأن يدفع أوروبا كلها إلى حرب ساخنة لكن ليس من حق هذا الستالين الصغير أن يثبت وجوده على رقعة لعبة الشطرانج الدولية وأن يحاول استعادة ولو بعض أمجاد الاتحاد السوفيتي الغابر من خلال ذبح الشعب السوري ومن خلال تدمير دولة هي أول دولة عربية فتحت على موسكو وأقمت علاقات متعددة المسارب مع الدولة السوفيتي وكان ذلك في عام 1949 لقد كان بإمكان روسيا أن تسعى لوقف نزيف الدماء في سوريا وأن تحافظ على علاقاتها الراسخة القديمة مع الشعب السوري وليس على علاقاتها مع نظام استبدادي محكوما عليه بالزوال لكنها في حقيقة الأمر لم تحاول حتى مجرد المحاولة أن تفعل هذا ولكنها بادرت إلى أن تكون خصماً بدل أن تكون وسيطاً وحكماً فرمت بكل ثقلها العسكري والسياسي والمالي إلى جانب النظام هل لعبة الأمم الجديدة هذه تقتضي أن يجعل فلاديمير بوتين من جماجم السوريين وعظام أطفالهم ودمائهم مداميك لإمبريالية جديدة؟ في زمن غروب الإمبرياليات وزوالها ورحيلها وهل وصل الاستهتار بهذا القيصر الروسي الصغير أن يمعن بعيداً في العناد والتكبر وأن يحول القضية السورية بعد قتل عشرات الألوف وبعد ملايين المهجرين والمشردين والمفقودين أن يحولها إلى مجرد فرق حسابات بينه وبين الولايات المتحدة والدول الغربية الآن معظم أهل هذه المنطقة التي ستبقى مجالاً حيوياً واستراتيجياً لروسيا ينظرون إلى فلاديمير بوتين على أنه هو القاتل وليس هذا النظام السوري ورموزه وأنه من أجل المزيد من سفك دماء أبناء هذا البلد العربي بقي يعطل مجلس الأمن ويمنعه من القيام بأدنى واجباته وبقي يستقدم جماجم الأطفال السوريين ككرات في ملعب تصفية الحسابات النهائية مع الولايات المتحدة ومع القرب إن هذا البلد روسيا قد حوله بوتين بمغامراته وبنزعته استالينية إلى بلد عدو للعرب كلهم وحوله إلى إمبريالية جديدة لا تهمها إلا ما صغلحها ولذلك فإننا نجد أن هناك صمتاً مريباً من قبل المعارضة الروسية على كل هذا الذي يفعله الرئيس الروسي في سوريا وكل هذا الذي يفعله في أوروبا وهنا ومرة أخرى ألا يشبه هذا كله ما كان فعله أدولف هتلر عندما دفع العالم بتصرفته الطائشة وباستهتاره بحدود الدول وجغرافيتها دفعه إلى محرقة دولية ذهب ضحيتها عشرات الملايين من البشر كلهم كلهم من الناس الأبرياء الذين تحولوا إلى وقود نزوات طائشة وتطلعات توسعية وتمددية خلف حدود الدول المجاورة والبعيدة أعزائي المشاهدين نقرأ الآن في جريدة الحياة مقالا لحازم صاغي بعنوان هنا فقط ينتصر حزب الله قلفي حقق حزب الله انتصاره في يبرود بعد انتصاره في القصر هذا الانتصار غير مشكوك فيهما ولا مطعون في عام 2000 عند تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي وجد من يذكر بأن إيهود باراك رئيس الحكومة يوم ذاك كان من تقدم إلى الانتخابات العامة ببرنامج أبرز بنوده الانسحاب الأحادي من لبنان وقد قرن الحسابون أعداد الإسرائيليين الذين سقطوا على يد حزب الله على امتداد مقاومته فوجدوهم أقل من أعداد ضحايا السير عندهم في 2006 وعلى الرغم من تسمية ما حصل نصرا إلهيا ظهرت وجهتا نظر وجهتان واحدة تقول أن إسرائيل هي التي انتصرت بدلة القرار 1701 الذي أقفل جبهة الجنوب وهذا هو مطلبها السياسي الأساسي اليوم في يبرود بعد القصير لا لبس ولا التباس الانتصار قاطع فعلا لن تسبى زينب مرتين تشي المقارنة هذه بطبيعة حزب الله كطرف معد للقتال الأهلي الطائفي الذي تتقاطع نتائجه مع مصالح أنظمة بعينها فيما إعداده لقتال إسرائيل استطراض على هذه الوظيفة صحيح أن الاستطراض سبق الأساس زمنيا إلى أنه كان يهجس به منذ اليوم الأول ففي سياق قتاله إسرائيل فتك حلفاء الحزب بالمقاومات السنية الفلسطينية وبالمقاومات غير الشيعية اللبنانية وعلى الدوام توصلت العلاقات الطيبة بين الحزب البناهض لأمريكا وإسرائيل وقيادات شيعية في العراق أوصلتها الولايات المتحدة إلى حيث حلت وحكمت وما لبث أن تبين لسيما بعد 2006 أن بيروت هي الوجهة وهي القصد على من كشف بعد عامين بمعنى آخر حين كان الحزب يقاتل إسرائيل نزولا عند إملاء إيراني سوري كان يهجس بتعزيز الشوكة الطائفية في لبنان وبخدمة النظامي طهران ودمشق في إحكام القبضة على المشرق لقد كان ذلك القتال التمهيد الضروري لهذا القتال إذ مع اختلاف الأحوال ومع تصديع النظام السوري على يد ثورته فرضت الأخيرة على الحزب أن يكشف حقيقته المخبأة في قتال إسرائيل لكن السوريين الذين انهزموا في القصير ويبرود يجدون في اللبنانيين بمن فيهم المنتصر حزب الله شركاء في هزيمتهم وهذا في أغلب الظن ما سوف يظهر في المدى المتوسط المقصود فوق ذلك وإلى ذلك ما بشرنا به البيان الوزاري الأخير من التحول غابة غابة يحق فيها للمواطنين أن يقاوموا وهكذا تتحول الدولة والقانون والأمن عبثا محضا تحت وطأة تعميم حزب الله انتصاراته التي لا تكون واضحة جدا وصريحة جدا إلا على طائفة أخرى ننتقل الآن إلى وكلة أنباء الأناضول التي نشرت بيانا لمنظمة هيومن رايتس ووش حول استمدار اعتقال نظام السوري لناشطين سوريين جاء فيه منظمة هيومن رايتس ووش لحقوق الإنسان قالت في بيان لها أمس إن واحدا وستين منظمة حقوقية طلبت الحكومة السورية بالإفراج فورا ودون قيود أو شروط عن المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز تعسفيا مازين درويش وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير ولفت البيان إلى أن مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة كان قد طلب في الثاني والعشرين من شباط الفين وأربعة عشر بالإفراج عن كافة الأشخاص المحتجزين تعسفيا في سوريا وفي الخامس عشر من أيار الفين وثلاثة عشر تضمن أحد خرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب الإفراج الفوري عنهم وفي الرابع عشر من كانون الثاني الفين وأربعة عشر قالت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي إن احتجازهم تعسفي ودعت إلى إطلاق سراحهم وأضاف البيان أن درويش وزميليه يقبعون في سجن عذر المركز في العاصمة السورية دمشق لما يزيد عن عامين بانتظار المحاكمة أمام محكمة الإرهاب مشيرا إلى أن ظروف اعتقالهم تخالف المعايير الدولية وأضح البيان أنه في العاشر من آذار الجاري قام رئيس محكمة مكافحة الإرهاب في سوريا بتأجيل محاكمة درويش ورفيقيه للمرة السابعة على التوالي حتى الرابع والعشر من الشهر الجاري مشيرا إلى أن هذا التأجيل كان بسبب مرض أحد القضاة المشاركين في المحاكمة وأكد على أن التأجيلات السابقة لمحاكمة درويش وزميليه كانت بسبب إخفاق الحكومة السورية في تقديم أدلة ضد الرجال الثلاثة لافتا إلى أن المحاكمة فاشلت أيضا بتقييد بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة حيث أن المحتجزين لم يطلعوا على الأدلة المقدمة ضدهم ويخشون استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضدهم وكانت المخابرات الجوية السورية اعتقلت درويش وزميليه في السادس عشر من صباط من عام 2012 في دمشق وجهت الحكومة حينها تهمة الإرهاب إليهم لعملهم في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وهو منظمة غير حكومية محلية هامة تعمل على نشر معلومات تتعلق بالوضع الحقوقي في سوريا وأشر البيان إلى أنه رغم تقارير ذات مصداقية عن خضوع عمل التعذيب على يد قوات الأمن أثناء احتجازهم إلا أنه لم يتم التحقيق في تلك الانتهاكات واعتبر أن استمرار احتجازهم يعد جزءا من حملة أوسع نطاقة من التهديدات والتضييقات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي والدول الداعمة للحكومة السورية أن تضغط من أجل الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن كافة المحتجزين تعسفيا في الوقت الحالي مشاهدين الأكارم نصل معكم إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشر موقع كلنا شركاء مقالا لسعد حنة بعنوان خدمهم بعينيه قال فيه لم يكن مستفيدا كان فقط رجلا خائفا أن يتكرر به وبأولاده ما حدث لوالده وإخوته قالهم لن تصمدوا أمام هذا النظام فقد حاولوا قبلكم وفشلوا لن يرحمكم ولن نرحمكم إذا تسببتم بإيذائنا بسبب مواقفكم كانت هذه عباراته منذ بداية الحراك في منطقة سراقب لم يتوان يوما عن تسريب المعلومات لأفرع الأمن عن المتظاهرين ليس لحبه بهم وإنما ليرأف بحاله إن بدأت المجزرة من ينظم المظاهرات؟ من يدهن الأعلام؟ من يخطط على الجدران؟ من يراسل ويصور؟ كلها كانت أسماء موجودة بدفتره الصغير الذي كان يأخذه للأفرع الأمنية كلما امتلأت صفحاته لم يرتدع عن هذا العمل رغم كل التهديدات والتنبيهات التي وجهها له الثور رغم كل هذا بقي يخدم النظام بعينيه وبعد أن دخل السلاح إلى الحراك قام شباب المنطقة بتحرير هذه المدينة الصغيرة ولم يقتربوا منه لأنهم يعرفون طبيعته وأسبابه وفي يوم من الأيام عندما أراد الجيش تطهير المدينة استقدم الدبابات والجيوش الجرارة إلى محيط البيوت وبدأت عندها المواجهة من هنا ومن هناك من هذا السطح ومن ذاك ولمواجهة بيته لإحدى مراكز النظام تمركز بعض رجال الجيش الحر على سطح بيته واشتبكوا مع الطرف الآخر تمكن النظام من دخول المدينة وتطهيرها قتل من قتل وهرب من هرب أما هذا الرجل فبقي في منزله بالطابق السفلي لأنه يعرف أنه غير مطلوب من الأمن وأنه مدعوم بسبب مساعدته لهم لم ينسى العناصر سطح هذا البيت لما تسبب لهم من خسائر بالأرواح والعتاد فكان وجهتهم وهم مكشرون عن أنيابهم دخلوا المنزل شاتمين وصارخين فوجدوا هذا الرجل مرحبا بهم وقائلا لهم لقد سجلت لكم أسماء كل من لم يكمل جملته حتى كان صوته قد اختفى بعد الدعوة لعودة أهالي المدينة إليها وبسط الأمن والطمئنة فيها عادت زوجة هذا الرجل باحثة عنه دخلت البيت لتجده جالسا قرب الحائط ويداه على الأرض ورأسه متأطئ عليها وكان خطاني من الدماء قد سال بجانبه واحد إلى يمينه وأخر إلى يساره اقتربت منه وهي لا تدري ما هي حالته رفعت رأسه وإذا هو جثة هامدة مزرقة بدون عيون إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم شكرا لكم لحسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعايتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة